اهلا وسهلا بكم في التقرير اليومي بتقنية الذكاء الاصطناعي فلنبدأ تصدر المساء اليوم السادس من اكتوبر عددا تذكاريا بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة تقرأ فيه فرحة مصر في عيد النصر السيسي يرأس اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية ويهنئ الشعب المصري وابنائه من رجال القوات المسلحة بانتصارات اكتوبر الرئيس يضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء كما تقرأ في العناوين الرئيسية انتصارات اكتوبر معجزة عسكرية حققها ابطال قواتنا المسلحة بدأت بخداع استراتيجي رفيع المستوى وانتهت بالعبور العظيم القادة كانوا على يقين من الانتصار قبل بدء الحرب ومواقف وحكايات عن اسرار المعارك وعلى اللسان المشاركين والمعاصرين السياسيون وقادة الاحزاب نصر اكتوبر ايقونة ورمز لقوة الارادة المصرية علماء الدين اعمال العقل والابتكار والاصطفاف الشعبي والتوكل على الله اهم اسباب النصر اساتذة وخبراء الاجتماع لابد من تحويل البطولات الى قصص بالمناهج التعليمية والتعليم تؤكد حريصون على تدريس براعة الجيش المصري من قادش الى اكتوبر القيادات النسائية الانتصار اعاد الروح للوطن وجدد مشاعر العزة والكرامة الفنانون شاركوا في العمليات العسكرية وتوثيقها على الشاشة ونجوم الرياضة تألقوا في ميادين الحرب والملاعب وفي مقال رئيس التحرير تقرأ مفاجآت بالجملة في احتفالات مصر بذكر انتصارات اكتوبر العظيم وعد وعهد من الرئيس لشعب مصر العظيم في حفل تخريج الكليات العسكرية لم ولن ينقص شبر واحد من ارض مصر دمتم بخير اشتركوا في القناة